توجه تركيا بحسب الأمم المتحدة واحدة من أكبر أزمات اللاجئين خلال السنوات الأخيرة من مدينة سوروش على الحدود التركية السورية يحدثنا موفد يورو نيوز بورا بيرا قدار ما هي أخر تطورات الوضع في المنطقة الحدودية؟ وماذا قال لك الناس الذين هربوا من سوريا؟ اللافت للانتباه هنا هو العدد الهائل للنساء والأطفال أعتقد أن ذلك يعود إلى أن السوريين الأكراد أرادوا البقاء في كوباني لمحاربة تنظيم الدولة بعض ممن تحدثنا معهم من الأكراد الذين عبروا الحدود باتجاه تركيا يفكرون في بلادهم وأصدقائهم في سوريا وهم قلقون أيضا بشأن الناس الذين تم استقبالهم وآخرين يبحثون عن ملجأ في تركيا وقد كانوا متوترين قامت الولايات المتحدة منذ وقت قصر بضرب مواقع في الرقاة ضد تنظيم الدولة هل تعتقد أن هذه العملية سيكون لها وقع على تدفق اللاجئين نحو تركيا؟ لا ينبغي أن نتوقع تدفقا مباشرا للاجئين لمجرد هذه العمليات في المنطقة فهي منطقة قريبة من العراق أكثر من تركيا التي هي تؤوي أصلا مئات آلاف السوريين الذين جاءوا من تلك المنطقة والطرقات القريبة من الحدود التركية هي قريبة في الآن نفسه من مكان عناصر التنظيم أو هي تحت سيطرته وبالتالي من الصعب جدا لأولئك الناس في الرقاة الوصول إلى الأراضي التركية أعتقد أنهم سيفضلون اللجوء إلى العراق أو الأردن أكثر من تركيا رأينا صدامات بين الشرطة التركية وأناس كانوا في المنطقة الحدودية لماذا حدث ذلك؟ لم تواجه الشرطة التركية اللاجئين الذين قدموا من سوريا فقد كان تدخلهم ضد الموجودين في تركيا والذين يريدون عبور الحدود لمحاربة عناصر تنظيم الدولة ولم تسمح الشرطة التركية للشبان الأكراد بالعبور وقد تسبب ذلك في التوتر هذا هو السبب شكرا لك على هذه التضيحات